بوكو أخيراً أعلنت عن التليفونات الجديدة التي نزلتها الـ F5 والـ F5 Pro سيكون التليفونات الثانية في 2023 الـ F5 سيكون المدرانجر بالحاسوب الجديد من شركة Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 هذا هو حاسوب جديد الثانية هذا هو أول التليفون والتليفون الثاني الـ F5 Pro سيكون لفلاكشير لسنة 2023 الذي يقلل بـ 8 Plus Gen 1 هذه التليفونات لديهم الكثير من التليفونات وديهم الكثير من مميزات خصوصية بينهم أنا طريقاً سوف نراجع اليوم على الـ F5 وأنتحدث معكم أيضاً عن الفرق بينه والـ F5 Pro شكراً جزيلاً على كل الناس الذين من اشتراك دعونا نبدأ نتحدث عن الـ POCO F5 اعملوا لايك واسجلوا على القناة حتى دائماً تعرفوا عندما نزلكم فيديوهات جديدة سنبدأ أيضاً بالتحدث عن الأنبوكسن عن التليفونات الثانية أنا معي التليفون F5 وزميلي أحمد بوراكي سلوركس فتعرفوا أنتم عمل F5 Pro وأخذت منه قبل صور وأخذت منه قليلاً لكي يجب إليه والأهم شيء نرى هنا انتليفونات لا تتنقل بالنفس الشيء انتليفونات تشحين تبعوهم بـ 67 وات انتليفونات لا يتشارجه F5 Pro لديه سلورة F5 ليس لديه F5 بتلاحيب 67 وات فانتليفونات بسرعة البطارية على F5 5000 مليا أمبير والبطارية F5 Pro 5100 مليا أمبير وحشاشة تكون الـ QHD ولكن لا تكون الـ Full HD ولكن نقوم بـ 120 هرتز هنا على الـ F5 لدينا Full HD ولكنه 10 ATP و 120 هرتز هناك قوم بـ QHD مع بـ 120 هرتز لذا يكون هناك فرق قليلاً بينهم واثنينهم واثنينهم يأتينا أيضاً غطاء في قلب العلبية ويكونون منيح لأينا عندما نظر على شكل التلفون هناك فرق كبير بين التلفونين الـ F5 والـ F5 Pro أول شيء يرى أن الكاميرات على الـ F5 Pro لديهم مثل مربع حوالهم أو كارو تستطيع أن ترى ومبيني الكاميرات هناك ومثلت ستكون نفس الكاميرا، الكاميرات 8 ميجابيكسل الـ UltraWide ستكون نفس الكاميرا والكاميرات 2 ميجابيكسل الماكرو ستكون نفس الكاميرا وعننا أيضاً LED Flash الكاميرا الموجودة قدام ستكون 16 ميجابيكسل ستكون نفس الشيء على كاميرات الـ T2 وكما أخبرتكم الـ F5 وفي الـ F5 Pro لديه الـ F5 Pro لديه 30 وات لكن غير ذلك عندما نبدأ عنه التلفون، ملايز أنه المشيط الموجود هنا على الـ F5 على قلب الشاشة موجود بالـ F5 Pro الشاشة هناك 6.7 نفس الحجم، أيضاً فلات نفس الشيء، لكن ستكون WQHD Plus هناك وهنا ستكون Full HD Plus على 120 هرتز، ستكون كثير منيحة وحلوة كثيراً الشيء الثاني نستطيع أن نرى هناك أنه لدينا الـ Volume Rocker لفوق لدينا الـ Headphone Jack نستطيع أن نستعمله سبيكر واحد من الثاني الموجودين هنا، الميكروفون للكاميرا وعننا أيضاً الذي نستطيع أن نسيطع على التلفزيون، هذه الـ IR Blaster الموجودة هناك لتحت لدينا الـ USB-C الذي نستطيع أن نشارجه ونحاول المعلومات عنه، الميكروفون أيضاً للكاميرا الـ Dual SIM Card 5G وعننا أيضاً هنا الـ speaker الذي نستطيع أن نستعمله، وهنا الـ stereo speakers يعني أنه عندما نسمع موسيقى، الصوت يأتي على اليمين وعلى الشمال، لا يأتي دغرية قدامنا بلعني أننا نمسك التلفزيون بأيدنا كثيراً حتى نسمع الموسيقى، ويصبح صوته مليح إذا نضعه على الطاولة، الصوت يظل يطلع لبرة، لأنه لا ينخنق عندما نضعه لتحت لأنه السماعات موجودة لتحت، لذلك يطلع الصوت شكله كثير منيح غير ذلك، عندما بدلنا نتحدث عن التلفزيونين، اثنين سيكون لديهم الـ Mi Y 14 وهذا كثير منيح مهم علينا، دعنا نفتح من هنا معنا أن كل المميزات التي تأتي بالـ Mi Y 14 ستكون موجودة هنا 14.0.2 موجودة أيضاً على Android 13، وهذا كثير مهم ويأتي أيضاً تجديدات عليه الموديل اللي معي الـ 256 سيكون عدد نوعيات بين الـ 128 إلى الـ 250 لأنه لا يكون لديك أي أشكل لكن المميزات ستكون جميلة كثيراً عندما نفتح هنا على الـ Google Play Services، يمكننا أن نفتحها هنا لا أعرف إذا نزلت هذا الـ Brightness هنا، سنظرها إلى فوق نقلب هنا على اليمين، ونقوم بعمل الـ Floating Window ويصبح لدينا كل الشغلات جميلة، نستطيع استعمالها الشغل الثاني يمكننا أن نرى هنا، يمكننا أن نزلها تحت ونرى كل الإمكانيات الموجودة هنا ونستطيع أن نسكرها، كل الـ Recent، كلهم يكونوا موجودين هنا ونستطيع أن نسكرهم، لدينا الألعاب، كلهم سيكون شكله جميلة مثل ما أخبرتكم أن الكاميرا تحليل هذا التليفون مثل هذيك، سيكون نفس الشيء، لذلك هناك فرق أيضاً بسبب الحاسوب الفرق بينهم أن هذا التليفون أفضل 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 على هذا التليفون سيكون 4K 30 fps 8 Plus Gen 1 سيكون لدينا 4K 60 fps سيكون أفضل 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 لأن هذا الحاسوب 8 Plus Gen 1 فلاكشيب، وهذا مدرينجر 7 Plus Gen 2 الكاميرات مثل ما رأينا هنا، عندما نفتحها إلى التليفوتو التليفوتو هذي 2X Digital Zoom الـ 1 و الـ 0.6 سيعطينا فقط 10 ATP والـ 4K 60 هي فقط على الكاميرا الأساسية الموجودة هنا لأدام 10 ATP 60 لدينا فيديو، دوكومنت، بانوراما، بورترات، نايتمود، عدة الأشياء الموجودة هنا، نستطيع أن نرى سيكون لدينا مصطرة بسرعة على الكاميرا الموجودة والكاميرا الأساسية الموجودة هنا نفسيير 4K 50 varied الأشياء الموجودة إلى كاميرا الأساسية × اللحظة علينا لديه التليفوتو الأساسي وضط إبنى ٢٠ في الاست Linicum أن يظهر دibi مما كامية كاميرا الأساسي التفاتي ي disco لدينا 4K 60 و لا أعرف هذا إذا سيكون بسبب 7 Plus Gen 2 أو معقول أن يكون بسبب أن الشركة بوكو لا تضع 4K 60 لكن على القليلة أحسن كاميرا و أحسن رسولة عليه للبوكو F5 الآن أهم شيء نستطيع أن نستعمل السماعات الموجودة هنا مثل ما لديكم سماعة لفوق و سماعة لتحت يعطونا ستيريو سبيكر نستطيع أن نستعمل الوصول على 100% حتى نستعمل ونرى قوة السماعات الموجودة عليه للبوكو F5 موسيقى الشيء الوحيد الذي يستطيع أن نقود السماعات الكثير منيحة كثير واضحين وحلواتهم كما قلت لكم عندما نضع التليفون على الطاولة الصوت يخرج من اليمين الشمال ساعتها لا يخنق عندما نضع التحت و يخرج صوته كيير منيح لا يكونوا أعلى سماعات موجودين كما تتسمع و صوت مصبوط استعملوا دولبي أتمس الموجود في قلبه للتليفون على سماعة الويروس بعدها موجودة هنا وكما مثل لكم عن 5G موجود تحت كل شكله كثير حلو والإمكانيات الموجودة لدينا كثير منيحة كثير الشيء الوحيد الذي أريد أن أفصركم عليها عندما نتحدث عن أوتر الحاسوب لدينا اختيار هنا الأول شيء العادي مثلاً الحاسوب لا نستعمله عن 100% إذا تعملوا عليه للجيك بنش بيعطيكم 1602 4253 للملتيكور عندما ندور تيربو مود للملتيكور مثلاً عندما نلعب ألعاب يخرج إلى 1625 و 4233 للملتيكور تقريباً يعني نزل قليلاً لا أعرف لماذا على الملتيكور لكن يظلون كثير من الملتيكور عندي هنا في أمريكا أنا استعملته للتليفون وكما تعرفون هذا التليفون معمول للبلاد الأوروبية لكن قدرت أن تنزل على 5G على التليفون على T-Mobile 96 تحت و 95 تحت تنزيل وتقريباً 40 يوم 53 لتطليع على التليفون يعني لا يوجد لدينا أي أشكال إلا تقريباً الكاميريات كل شيء جميلة و مثل لديكم الفينجور سنسور هنا موجود كثيراً جميلة لنفتحه نعم نقوم نستعمل كل شيء جميلة عليه لهذا التليفون من Toco الآن أخينا نتحدث قليلاً عن الألعاب أنا نزلت كم لعبي كمان مثل عادي الـ Call of Duty الـ PUBG Mobile وعنا أيضاً الـ Game Turbo لنستطيع أن نسيطر على الألعاب و الـ Game Center لننزل ألعاب كان لديهم كم لعبهم من أصلاً أنا استعملتهم قليلاً ولكننا نزل كما تعرفوا الألعاب التي نريح بها لنرى قوته لهذا التليفون وإمكانياته الحالية التي يوجد لهذا التليفون وإمكانياته ستكون أحسن كثيراً على الـ 8 Plus Gen 1 على الـ F5 Pro إنه سنلعب ألعابه كثير منيحة الشاشة 1080p 120 هردس ستمشي كثير جميلة الـ Call of Duty Mobile كما ترى مشيت مبسوط مصبوط مصبوط أنا كثير كثير مبسوط لأنه ليس فقط بقوت السماعات الصوت وحتى أبني كمان مبسط كثيراً لما لاعب فيه للتليفون كثيراً هذا حاله كثيراً والبطارية كمان أكثر الـ 7 Plus Gen 2 سيعطينا مدى أطول على 1080p 120 هردس بما تكون QHD Plus على الـ 8 Plus Gen 1 الشاشة تستعمل بطارية أكثر يعني نستطيع مدى أكثر على الألعاب لما مدى طويلة بالألعاب على الـ 8 Plus على الـ Poco F5 بين كل الإمكانيات الموجودة هنا كما نرى بالصور هنا يعني لكم صراحة الكاميرا السي الموجودة وراء الـ 64 ميجابيكس ستكون أحسن كاميرا موجودة على هذا التليفون استعملوها لتعملوا الفيديوهات التي عيدتكم استعملوها لتأخذ الصور كله سيمشي مصبوط العادة بالشمس الورود كله سيكون شكله حلو كثيراً وهذا ما عجبني فيها وأنا ليس كمان لواحدة جربتها أعطيت التليفون لأبني وخدت له ماذا تقدر تعمل بهذا التليفون وبالكاميرا الموجودة هنا الحاسوبين 7 Plus Gen 2 وعننا أيضاً 8 Plus Gen 1 من Qualcomm وعننا أيضاً أحسن شيء موجودين آخر واحد في 2022 وهذا بنصف السنة في 2023 للميد رينجر سيكونوا منيحة كثيراً لهذا التليفون ويوفروا كمان علينا المصاري اللي ندفع عليهم لهذه التليفونات نحن نعرف كثيراً أن شركة بوكو تنزل تليفونات وتدلت تعطينا مميزات أكثر من اللي تطلبوا منه للسعر وهذا ما عجبين فيه كثيراً بالنسبة لأليه لسنة 2023 وموقعنا الآن بأول السنة أنه نرى مضبوط هالتليفونات سيقضوهن لآخر السنة وإن شاء الله للـ F6 عندما ينزلوا على السوق ونستطيع أن نرى كل الإمكانيات الحلوية الموجودة مننا لشركة شاومي لذلك أنا متشجع فيه كثيراً لهذا التليفون لكن إذا كان هناك نقعة تقرار قرار تقول ودروحاً علي أما الـ F5 أو F5 Pro نصيح تقول لكم أنا الـ F5 بينكم لأن الحاسوب موجود هنا الكثير منيح الـ 7 Plus Gen 2 صراحة رغم أنه ميد رينجر يكون كثير قوة تقريباً قوة مثل من سنتين أو ثلاثة من الحاسوب كوانكم للـ Flagship والحالية فيها أنه 2 ناتون 4 ناتوميتر معناتهم يستعملوا تكنولوجيا جديدة 2 ناتون من TSMC ويستعملوا ونستفيد من الـ Processing Power وينزلوا أيضاً قوة الحرارة التي تطلع منه للتليفون لهذا السبب الشاشة 1080P وعننا للحاسوب هذا التليفون الأفاف سيديلنا أكتر نستطيع أن نتفرج على الفيديوهات أكتر نلعب ألعاب أكتر نسمع موسيقى أكتر التليفون الثاني لديه فخامي أكتر نستعد منه أنه لديه فخامي أكتر ولكن البطارية لا تضايم نفس الإمكانيات لأن الحاسوب أقوى الشاشة أقوى على QHD 120 وليس فقط البطارية منها كبيرة فقط 100 ميلي أمبير زيادة فرق 500 ميلي أمبير ولكن يكون لديهم إمكانيات منيحة وإذا تفضلوا أن يكون سنسور بقلب الشاشة بعد أن يكون على البطار كم من هذا يقرر بين F5 و F5 Pro ولكن بينيكم سراحة أقول أول شي شكرا جزيلاً لبوكون وبعطولت F5 لقد أستطيع جربته شكراً جزيلاً لأحمد بوراكيس لوركس تعرفوا أنتم مضبوط على الفيديو الفتج التي أعطنيها للF5 Pro لأنه يعمل المراجعة تبعه سيكون هناك تشحين عليه بالدسكريبش حتى تشاهدوا الفيديو وتستمتوا تشاهدوا إذا تكرروا بين الفتج الذي أعطيكم هنا لأما تفكروا عن F5 Pro من أحمد لأنه أنا بيني وبينكم التليفونين تنهنتهم شكلهم كثير جيد رغم أنه أنا قليلاً معجب زيادة بالF5 Pro ولكن لم يأتيني للF5 Pro هذه السنة شكراً جزيلاً على كل الناس في الاشتراك إن شاء الله سيكون أعجبكم هذا الفيديو وخبروني ماذا يوجد في هذا التليفون هل أنتم تفضلوا F5 أو F5 Pro على الفيديو أحمد؟ أراكم إن شاء الله في الفيديو جديد